موسيقى النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية مساء الخير البداية مع العناوين موسيقى صدور نتائج الدورة الثانية لامتحانات شهادة الثانوية المهنية للنقل البحري والمهنية الفندقية موسيقى موسيقى مديرية تربية السويدات تقيم اختبارات دورية لامناء سر المدارس على استخدام برامج الحاسوب موسيقى وزارة التعليم العلي والبحث العلمي تناقش التحضيرات والاستعدادات الخاصة بالمفاضلة العامة موسيقى أهلا بكم مشاهدين من العناوين إلى التفاصيل أصدرت وزارة النقل نتائج الدورة الثانية لامتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل البحري في طرطوس واللاذقية وبيّن مدير التعليم المهني والتقاني بالوزارة خالد كمال الدين الشماط أن عدد الناجحين بلغ 233 طالبا باختصاص ميكانيك بحري وملاحة بحرية لفتها الشماط إلى أن تقديم الاعتراضات يبدأ من صباح الغد حتى الخميس القادم في الثاني والعشرين من شهر آبا الجهري أصدرت وزارة السياحة نتائج امتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية المهنية الفندقية لعام 2024 وبيّن مدير الشؤون التعليمية في الوزارة أمين فلاح أن مجموعة طلاب المتقدمين للدورة الثانية باختصاص المطعم والمطبخ بلغ 373 طالبا وطالبة موزعين على 12 مركزا امتحانيا في المحافظات ونجح منهم 360 طالبا وطالبة وفي السويداء قامت دائرة المعلوماتية في مديرية التربية اختباراتها الدورية لأمناء سر المدارس وأمناء قاعة الحاسوب في مدارس المحافظة لاختبار قدرات ومهارات أمناء السر على استخدام برامج الحاسوب التعامل معه بالشكل الأمثل تنفيذ العمل بالسرعة المطلوبة التفاصيل في التقرير الآتي اختبارات دورية تقوم بها مديرية التربية في السويداء لأمناء سر المدارس وأمناء سر قاعة الحاسوب ضمن مدارس المحافظة هلق أميسر قاعة الحاسوب في مجموعة شروط بدي يكون معوشات ICDL وشروط أخرى والاختبار هذا بيأكد لنا سلامة عمله ويكون شخص مؤتمن على العمل اللي بدي يقوم فيه المدرس الاختبار الضروري بأنه دائما بيعطينا جودي بالعمل هذا الاختبار بيجري عنا بشكل دوري كل سنة وبيكون عن طريق بعد اجتياز هذا الامتحان بيصير عنا تعيين أميسر الحاسوب هذا الاختبار بيكون على شقين نظري وقسم عملي النظري طبعا مؤتمة ضمن خيارات أما العملي بيشتغلوا على المتقدمين يعني على الجهاز نفسي اليوم عندنا امتحان منشان أميسر الحاسوب بالمدارس كثير هذا الامتحان ضروري تحديد المستوى المناسب طبعا لمنه أي أحد من زملائنا بده يقود قاعة الحاسوب بأي مدرسة يكون عنده القدرة على التعامل مع الأجهز يكون عنده القدرة على التعامل أو كيفية إيصال المعلومة للطلاب فشيء ضروري هذا الامتحان يجتازه زملائنا للمدرسين اختبار الأسئلة حاسية الأسئلة دقيقة يعني بتقريبا اختصاص يعني اللي دارس مثلا هندسة حاسوب اللي دارس دقيقة كثير الأسئلة كان ضمن عمل المدارس أي أكيد لأنه في تنتيج علامات في حساب علامات عملي مثلا مواد علمية مواد أدبية لازم تتساوي الدورة هاي للكل يعني أمناء سر المدارس ومناء سر الحاسوب تأتي هذه الاختبارات للتأكد من قدرات ومهارات أمناء السر على استخدام أجهزات الحاسوب والبرامج بالشكل الأمثل وإلى حلب تواصل مديرية التربية وجهات المعنية أعمال التأهيل والصيانة في المعهد الصناعي الثاني بحياء الجميلية ليكون جاهزا لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي ضياق الدور والتفاصيل تواصل مديرية التربية بحلب أعمال تأهيل وصيانة المدارس المتضررة جراء الزلزال والبالغ عددها ألفا وتسعة عشر مدرسة في مدينة حلب وريفها بلغ عدد المدارس متضررة من كارست الزلزال ألف وتسعة عشر مدرسة قامت مديرية التربية بالتعاون مع المنظمات الشريكة ومن خلال مهزة الاستثمارية في دارة الأبنية المدرسية أو مديرية الخدمات الفنية بالتخطيط لإجراء أعمال الصيانة لكافة المدارس تم إجراء أعمال الصيانة لـ 320 مدرسة حتى اللحظة يوجد 33 مدرسة موضوع ضمن الخطة سيتم البدء فيها تباعا يوجد 8 مدارس حاليا تتم تنفيذ أعمال الصيانة فيها من ضمنها المعهد الصناعي الثاني في منطقة الجميلية في حلب من هذه المدارس المعهد الصناعي الثاني بحي الجميلية والذي بدأت أعمال الصيانة فيه قبل شهر بالتعاون بين دائرة الأبنية المدرسية والخدمات الفنية ومنظمة الجي في سي حاليا بمعهد الصناعي الثاني المتضرر من قبل الزلزال أعمال الصيانة في المعهد باشرت من حوالي شهرين الأعمال هي عبارة عن أشر الطبقات المتشقيقة والجدران المتصدعة كشف العناصر الإنشائية المتصدعة إجراء أعمال تدعيم لهذه العناصر الإنشائية وبالتزامن مع أعمال الإكساء من أعمال صحية أعمال كهرباء أعمال منجور معدني خشبي وطبعا عزل السطح ليتم إدخال المعهد الصناعي بالخدمة تم إعادة أعمال إعادة الترميم للسطح وعزل بصفائح بيتومين بالإضافة للنوازل المطرية وأعمال إعادة التأهيل للنجارة والإحدادة والإدهان والزريقة وخواطع البلوك وأضرار ناتج عن الزلزال وكافة الشقوق الموجودة في المدنة وتحرص مديرية التربية على الإسراء بأعمال الترميم والصيانة للمدارس لاستقطاب الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد ضياق الدور الفضائية التربوية السورية حلب أقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل توضيحية حول التخديرات والاستعدادات الخاصة للقبول بالمفاضلة العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025 والإرشادات الخاصة بها وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور بسام إبراهيم أن المفاضلة مستمرة هذا العام الكترونيا إضافة إلى تجهيز مراكز لاستقبال الطلاب في كل الجامعات لتعريفهم بكيفية التقدم ضمن خطة مواجهة الكوارث عقدت محافظة حماء اجتماعا موسعا للجنة الإغاثة الفرعية ضم عددا من الإدارات العامة شارك في الاجتماع عدد من المؤسسات الأهلية والعامة التي أكدت بدل الجهود للاستعداد التام الإدارة المتكاملة لمواجهة الكوارث الطبيعية ننتقل إلى أخبار الرياضة مع الزميل يازان سيفو مساء الخير يازان مساء الخير علاء مشاهدين جولة رياضية سريعة ولكن بعض الفاصل مساء الخير استهل ماشر سيتي موسمه في الدورة الإنجليزية الممتاز بفوز نئثمين على مضيف تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الأولى من المسابقة وافتتح النرويجي إيرلين هالند الذي خاض مباراته المئة مع الستي التسجيل في الدقيقة الثامنة عشرة ثم جاء الدور على الكرواتي ماتيو كوفازيتش الذي دون هدفا مميزا ورائعا في الدقيقة الرابعة والثمانين من عمر اللقاء انتهت مواجهة ريال مايوركا مع ضيفه حامل اللقب ريال مدريد بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف ضمن أجلة الأولى من الدور الإسباني لكرة القدم وذلك في اللقاء الذي يقيم على ملعب سون مويس وافتتح البرازيلي رودريغو التسجيل لفريق الملكي بعد تزديدة ريعات وإثرى تملة بالكعب من مواطنه فينيسيوس جينيور في الدقيقة الثالثة عشرة ثم عادل لمايوركا في ذات موريكي برأسية قوية في الدقيقة الثالثة والخمسين وقبل النهاية بثوان معدودة تعرض الفرنسي فرلاند مندي للطرد في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي بالشغط الثاني وذلك بسبب تدخل خشن على لعب مايوركا وفي الدوري الإيطالي سقط نابولي أمام موضيف هيلس فييرونا بثلاثية دون رد ضمن منافسات أجلة الأولى بالدوري الإيطالي لقراتي القدم وسجل فييرونا أهدافه الثلاثة في الشغط الثاني حيث تقدم بهدف ديلون ليفرامينتو في الدقيقة الخمسين وأضاف دانيال موسكيرا هدفين في الدقيقتين الخامسة والسبعين والرابعة من الوقت الإضافي بدل الضائع ليحقق فييرونا فوزه الأول هذا الموسم على حساب بطل الدوري في الموسم قبل الماضي كما اعتلى فييرونا صدرت الترتيب مؤقتا برصيد ثلاث نقاط في ظل انتهاء خمس مباريات بالجولة الأولى بالتعادل أخيرا وفي عالم كرة المضرب بلغت البلاروسية أرينا سابالينكا نهاء دورة سنسينات للتنس بتخطيها للبولندية إيجا شوفيان تيك المصنفة الأولى عالميا بمجموعتين دونارد وبواقع ستة لثلاثة وستة لثلاثة وستواجه سابالينكا في المباراة النهائية الأمريكية جيسيكا بيغولا الفائزة على الإسبانية باولا باودوسا مشاهدين كان هذا كل شيء اليوم في باقتنا الرياضية عدوا لك على شكرا لك يا زاني نهاية نشر هذا تذكير بالعناوين صدور نتائج الدورة الثانية لامتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل البحري والمهنية الفندقية مديرية تربية السويدات تقيم اختبارات دورية لأمناء سر المدارس على استخدام برامج الحاسوب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تناقش التحضيرات والاستعدادات الخاصة بالمفاضلة العامة كان هذا كل ما لدينا لمزيدا من الأخبار زوروا صفحة الفضائية التربوية على الفيسبوك دمتم بأمان الله وإلى اللقاء